في إطار دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية أجريت مراسم الاحتفال بإعادة تشغيل مصنع متين الحربي لإنتاج وإصلاح المدرعات بحضور اللواء دكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بدأت مراسم الاحتفال بعرض تقديمي لرئيس مجلس إدارة المصنع تناول فيه تاريخ إنشائه وتطور دوره في توفير احتياجات القوات المسلحة من الدبابة تراز M1A1 منذ عام 1992 وحتى الآن بالتعاون مع الجانب الأمريكي إلى أن توقف الإنتاج لأكثر من ثلاثة أعوام وألقى المهندس سعيد الشفعي ممثل العمال ورئيس اللجنة النقابية كلمة أعبر فيها عن فخر واعتزاز العاملين بالمصنع الذي يعد قلعة الصناعات الثقيلة في مصر معاهدين أن يكونوا عند حصن الظن بهم وبذل أقصى جهد لمضاعفة الإنتاج وخدمة الوطن وقواتهم المسلحة من جانبه أكد السيد شارليز هوبر رئيس مكتب التعاون العسكري بالسفارة الأمريكية على أهمية الحدث باعتباره مؤشراً واضحاً على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وأكد لواء دكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مصنع ميتين الحربي يعد أكبر برنامج للتصنيع المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والذي استمر بقوة وفاعلية في تجسيد علاقات الصداقة القوية بين البلدين ومثالاً يحتذى به في مجال التعاون بين الدول في التصنيع العسكري المشترك وقدم الشكر للإدارة الأمريكية على قرار رفع الحذر الذي كان مفروضاً على توريد بعض مكونات الدبابة مما تسبب في توقف الإنتاج بالمشروع مما نتج عنه العديد من الآثار السلبية على العاملين بالمصنع وأسرهم نتيجة هذا الحذر وفي نهاية الاحتفال قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية لخطوط الإنتاج بالمصنع شملت ماكينات القطع ومناطق تجهيز الأحرف وتصنيع جسم الدبابة ومنطقة ملحومات الجسم والبرج ومناطق التجهيز المكاني وسفع ودهان الهياكل والأجزاء الصغيرة وخطة تجميع الجسم والبرج كما تفقد منطقة مضمار الاختبار النهائي للدبابة